موسيقى فكيف ما كتعرفوا بأن هذا الماخذ ليك تعيش في مدينة إيموزة الكندر هو نتاج نتاج الارتجالية في تسير الجماعة المجلس الجماعي لمدينة إيموزة الكندر فمنذ تولي سيد الرئيس سيمسطفى الخصم شؤون الجماعة بمدينة إيموزة الكندر أبت جميع أطراف الأحزاب السياسية بما فيها جميع المستشارين إلا أنهم يصوتوا بإجماع أقولوا 28 عضو كان يصوت بإجماع على جميع المقررات وعلى جميع النقاط اللي كان يحطها رئيس المجلس الجماعي لمدينة إيموزة الكندر دون خوض في التفاصيل إلا أنه مع كامل الأسف أنه من بعد واحد لمدة ديالتسير ما يناهي 6 شهور شفنا واحد الانفرادية في التسير شفنا الإقصاء دير واحد مجموعة دير الأعضاء المجلس الجماعي بما فيهم الليجان كين تغييب كامل الليجان بما فيهم الليجان اللي كان نتولى بالرئاسة ديالها كين منعتام من ولوج المقر دير المجلس الجماعي كين ما كان حضرش في الليجان المختلطة اللي فيها سلطة المحلية الوقاية المدنية القسم الصحي ومشأننا نعينه الرخص المهنية هنا في مدينة إموزار كندر بل إضافة إلا أن سيد رئيس المجلس الجماعي صحيح صحيح أن سيمسطف القسم كان في يوم من الأيام بطال عالمي في المجال الرياضي إلا أن الممارسة السياسية والفعل السياسي تقتدي نوع من رزانة تقتدي نوع من واحد تدبير تشاركي مع جميع الأطراف السياسية مع جميع المستشعرين في مدينة إموزار كندر لاحظنا بأن واحد مجموعة دي الصماصرة أقولها وأتحمل كامل المسؤولية واحد مجموعة دي الصماصرة خارج أبواب المجلس الجماعي ما عندهم تشيصي لا من قارب ولا من بعيد بالمجلس الجماعي أنهم من يتولون تدبير شأن المحلي في إموزار كندر وهناك نشوف بأن نواب دي الصيد الرئيس أن لا حاول لهم ولا قوة وما عندهم حتى لكسي حتى الدخول للمجلس الجماعي إلى ما تعطاهم الفوفير إلى ما تعطاهم الإدن دي الصماصرة اللي يعتهم رئيس المجلس الجماعي وكي سعن بهم في تسيير ديال الشؤون المحليهم ما منتخبين أو لا؟ ما منتخبين أنا أقول سماصرة يعني سماصرة يعني سماصرة يبيعوا ويشارعوا في الطموبيلات في جرادية ديالتفاع في البركينات وما عندهم صفة قانونية باش أنهم يكونوا كيمثلت ما في وسط المجلس الجماعي زيد على ذلك أن هذه القرارات أن سيد الرئيس على الأسف ما عندوش إلمان باللغة العربية ولا باللغة الفرنسية ما قاريهاش مقاريش اللغة العربية ما قاريهاش اللغة الفرنسية ما كيعافش يكتب بها ولينا كنشوفه واحد مجموعة الوثائق سرية خاصة بالجماعة أنها منتشرة في مدن فاس منتشرة في مدن ريباط وكيتسنى واحد مجموعة ديال الأطراف خارج المجلس الجماعي أنهم يعطوها لوكي باش يسني واحد الوثيقة لكتهم المواطنين لكتهم الإدارة ولينا واحد كنشوفه يعني واحد ارتجالي واحد أشوائي على المستوى ديال الإدارة كمجموعة يعني حط واحد مجموعة ديال النقاط اللي كتهم احنا كنا نعتبرها من بالأشياء المقدسة ديال إيموزال كندر بما فيها حديقة الحسن الثاني فكيف ما كتعرفوا بأننا تصدلت له واحد الميزانية مهمة اللي كتنازل مليار وثلث مئة سنتيم باش أنه يتعاد تهيئة ديالها إلا أن خوض رئيس المجلس الجماعي في واحد مجموعة ديال الأمور اللي رهى هامشيا آخرات الإصلاح ديال هاد الحديقة هذي وأكثر من ذلك وكانوا أطراف أنهم كتنون باش أنهم يديوا جزء كبير من هاد الحديقة باش أنها تفوت لهم باش أنهم يدروا مشاريع استثمارية الحاجة اللي يعني اللي يعجلات باش أنها يعني هاد الأغلبية آه المعارضة الأعضاء اللي كانوا منتمي للمجلس الجماعي المكتب المصير أنهم يصطفوا في الإطار ديال المعارضة بحيث أنهم مقدروش أنهم يتقبلوا هاد مسألة هذي حديقة الحسن تنفا كيف ما كان عفوها بأنه كتتواجد في واحد موقع استراتيجي قرب من الإقابة الملكية في مركز المدينة يعني ممكنش أننا نشاهدو تماما ونشوفوا واحد مجموعة ديال المشاريع عمرانية لكتهدم الخصوصية ديال منطقة كنا نوين ندخلوا بواحد العزمة قوية باش غدين نخدموا هاد البلاد لأننا عندنا واحد صيفة ديال المحارب لإقضاء واحد المدى في الجيش وعندنا الانضباط ديال الجيش ما شبحا لانضباط شوية ديال المدنيين كنا جينا بواحد العزمة قلنا هاد كاجه هاد السيد الرئيس كبطل عالمي على براء وقلنا نتعاونوا معاه وعندنا واحد الرئيس ديال لباش ننضب هاد البلاد لأن هاد البلاد محتاجة شي شوية العناية محتاجة شوية العناية وهاد المعارضة وهاد السميتو كان طلبنا منهم بشل تحكم خدموا هاد البلاد لأن هاد شيرا ما مشي في صليح البلاد ولما مشي في صليح الدوائر ديالهم لأنهم أعطوهم الناس ثقة باش يخدموا في هاد البلاد اللاش غادين ديروا هاد العرقالة ديال هاد السير ديال المشاريع أم ام شميتو كام سميتو كان الشريكا DEAL ديال ليل العزبان وهاد المشاريع ديال السوق النموداج وكين مشاريع الي خصومة يتخدموا لأن هاد البلاد ديك تعاني والشباب ديالا كيعاني الشباب ديالا كيعاني إلى ملاعب القرب لا لوهات لاحبة aتاحجة ما ما سميتوه إلا هاد النسادو رخصنا نردونهمota بالجميل يعني هم أعطونا صوت ديالهم باش نميوليهم هذه البلاد هذه وكايمو الزار كندر بوابة الأطلس ومدينة سياحية وفي لاحية رهامو الزارة في لاحية في الفواكيه وفي سميجو وكان طلبوا من هذه الإخوان كاملين للمعارضة وللأغلبية ولا قاع المجتمع المدني ولا الجمعيات ولا سميتوا بش النظم هذه البلاد لأن هذه البلاد محتاجة محتاجة لتنمية ديال إخوان هنايا ومحتاجة للملاعيم محتاجة لحديقات محتاجة لأزيقات ديال الأحياء الشعبية لأن نيمو الزار كانت تبنت بواحد لبني تقريباً عشوائي إخصنا النوضو باش نحركو باش ننميو هاد 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 شوارع اللي رحم مدبا حالياً فحالا لا يورتلها وكانت مننا من هاد الإخوان هادو باش غذين نوضو بهاد البلاد باش حتى السائح إلى جل هاد البلاد يلقى في نيرتاح كان اقترحنا الهدو بصفتي نائب رئيس كان اقترحنا الهدو باش غذين تولي المياه المجرية المجرية وانطفوا هذه العافية ونشتغلوا كسيد العميل كرئيس كالسلطة المحلية والنوضو بهاد البلاد هادا هو اللي كانت منها أنا أولاً السلام عليكم شكراً لكم على تحمل عناء الصفار والمدينة موزار كندر مدينة سياحية اللي كتعاني واحتهميش من طرف المسؤولين منهم الرئيس السابق المجلس البلدي فحالياً حالياً السيم صفاء قيم بالوجه بالحمد لله باغي خدمة المدينة لكن لكن الناس اللي في معارضة ما خلوش باش يخدم كما شوف المسبح البلدي او أمامنا فالتصرفات عليه 700 مليون كما يقولون ما تنجس فيه ولو كل شي مقشار كل شي ما شئ هو هاداك والحالياً كين شاء الله رحمه 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 أمل عند السيد هذا باش أنه يعود لها المدينة باش تصلح ولكن لا إله الله هالنس 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 يخليه ويخدم ما عرفوناش ما عرفوناش لاش ما زال ما كينش موبرير على لاش ما خلوش السيد باش يخدم كيقولولك ما داروالو السيد يلا بدا ما زال مسخ نشتال البلاصة يالو كيقولك ما داروالو عام عام واحد مشاول المعارضة كوشي مشاول المعارضة باش غيخدم السيد والناس اللي غايجيوا للمدينة فباش غايجيوا هالنس 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 السياحة لما كانش المسباح بلدي مزيان وكانوا التيرانات في مستوى فان شاء الله رحمه رحمه رغم ما زال غادي نمشي الملعب البلدي اللي تصرف عليه الملايين وما دار فيه والو وكنتمنى وأنهم يخليوه يخدم إلى مدار والو غادي يمشي كم مدار كم ممشي الأخر يعني غايلقى نفس المصير من الساكنة وكانتمنى وكانتمنى ومن ناس يخليوه يخدم السيد هذا راهي لم يبين ولو غايمشي بحاله ولكن جاء عنده واحد الحرقة على هذه المدينة بغي يخدمها من بنيته ماش يزعم غير كاكرا جاي السيد بغي يخدم بمعنى الكلمة ولكن هالنس أدو الله يخدم يعني هذا يخصو الأغلبية يخصو الأغلبية مطلقة بشأنه بين المعارضة يعني يلي عندها الأغلبية كيف هل يدفره واحد آه كما الشورى كين آآ فما نقدرش نحكمو على هذا هو قادر هو قادر بشأنه يجمع الأغلبية راه ما صعبه لي يبعدوا منه الناس غير اللي في الخفاء يبعدوا منه رغي يجمع الأغلبية وقادر بشيجمع لأن السيد معقول عنده نيشان نيشان ما عنده تخرب يقول دك شيران ما كان يش السيد عنده كلمة وعنده معارف وعنده مشاريع يجيبه من على برا لهذه الساكينة فتطرح ففجدوا الأعمال آآ التوسيع ديال المستوصف آآ الاخر ديال آآ آآ البيطال ولكن ما صوتوش عليه قطاع النظافة اللي هو المادة الحيوية نفب مدينة مزار كندر ومهمة بزاف فما تصوت شعليت هي الأغلبية آآ هذا إن لا لا يعقل لا يعقل آآ شاءة الأقدار أنه يتكون المكتب 18 سبتمبر 2021 آآ برئاسة السيد مصطفى الخصم حنا رجعنا ديك ساعة يعني مكان شاعدنا الأغلبية ورجعنا لمعارضة آآ بـ 12 بين ولكن بعد ما تكون المكتب واحد شهر ولا شهرين جاعدنا الأعيان دي القبيلة جاعدنا نوم جموعة دي الأعضاء قلونا ودي بحكم أنه تكون تجربة في التسير تحاولوا نضموا المجلس الحالي بالرئاسة دي السيد مصطفى الخصم تعاونوا شي شوية قلنا لو احنا معنا في المعارضة ندخلنا بربعة بنا معهم في المجموعة يعني كلنا كلنا كنا في المجليل السابق ندخلنا معاه آآ يعني حاولنا نعطيه ما يمكن إعطاؤه يعني يعطينا نحط تجربة دي لنا رهن الإشارة دي له آآ وفوح لمدة دي الله ربعة شهور تقريبا ولا خمس شهور يعني عين من نصحو في عين من نشوف المشاريع التي توقفت باش ندمر باش 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 القدام ولكن السيم صطاف الخصم دي ما ما عندوش الأدان الصغية دي ما كتكون عندو قرارات فرضية آآ كان نصحو ما كيسمع ليناش والمهم فش 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 شهر خمسة الفين واثنين وعشرين يعني لقينا وصلنا معه الباب المسدود فاش حط واحد مجموعة دي النقاط لان ما تخدمش الصالح دي المدينة آآ من بينها آآ اقتناء آآ دي الحديقة دي الحسن ثاني العقاب اللي كتتواجد فيها الحديقة دي الحسن ثاني آآ احنا يعني مشينا قسنا معاه فاش اقتال حو دي النقطة قسنا معاه مجموعة دي الأعضاء يعني لا دوك الربعة اللي باش دخلنا ولا الأعضاء اللي معاه قول لا لو دي هالشرا مشي وادك مشي فصريح دي المدينة شنو هي شنو هي الهدف باش تشري دي البلاد ورا اصلا عليها الحديقة الحسن ثاني ورا مشروع التعطاء باش يدار فق منها ونحترم دي دي الحديقة الحديقة الحسن ثاني قالنا او دي اللي انا اخذ دي الحديقة ضروري باش ترجع باسمية دي الجامعة احنا في الكواليس كانت حاجة اخرى انه في الكواليس بغي دووزها المنعيشين عقاريين يديروا فيها واحد مني غولف وغير دي كافي احنا باش الدوز في العهد دي النا ودوز على ظهرنا دي دي السمية العزيزة ودية الحديقة الحسن الثاني اللي عزيزة على المغربة كاملين ويديها ويحلمون عقاري انه يستمر فيها ما يمكن شدال في العهد دي لنا قالنا انا قصد يعني دا نهار قبل الدورة وقالنا انا اخصني نشوف شكون معي وشكون ضد ضروري سوط كاملين انه ما بغوش النقطة تراجع وصوت هو ضد النقطة بسبعال للدرجوف للدرجوف دي الماء منتما بدأ الشوية دي الشناء بين وبين الاعضاء اه حتى تفرقنا يعني جا شهر ستاء جا شهر سبعاء يعني السيد والوغا دي غير غير لور يعني كان نصحو فيها ما كي بغش يسمعلينا عيطنا وقلنا لو دي السيد الرئيس حنا كما دخلنا جا عندنا الاعيان دخلنا معك الله يرحم والديك راح نخرج بكل روح رياضية ونخرج بحالنا وجمعنا عيدوك الاعيان اللي عيطونا ذاك النهار الأول انا جمعت عندي فتدار وقلت لهم انا جتي وعندي ذاك النهار باش ندخل مع السيد الرئيس دباء انا كنقول لكم راني خارج باش ما تسميش علي شي حاجة الى الدرس من بعد القضية دي النظافة انتو ما كمعارض رفل تتمديد شركة النظافة والان هي المدينة يتعاني من الازبال وحنا على ابواب تصل الصيح اهلا باش نشرح لك على القضية دي النظافة النظافة يعني بدأت الدراسة دي لها في شهر واحد يعني جنو 2021 بدأت الدراسة فوقاش درجات دي النقطة في سميسو الدرجات الدراس الثنائية في سبتمبر 2022 يعني قريبا تسعة شهور دي الدراسة فهد خلال هاد المدة دي 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 يعني جلسة وحدة الدراسة نحضروا فيها مع العلم انه كان مكتب دراسات اللي كان واحد مكتب دراسات من الرباط وهو اللي يمكن له في الدراسة كيجي تقريبا كنز جول يعني خمستاش لليوم خمستاش لليوم كيجي للجامعة وكيحضروا معهم جموعة دي الاعضاء وكيحضر سيد الرئيس وكيحضروا الموظفين يعني الوستاف تكنيك كيحضر معاه باش كيدرسو يعني كيعطيهم الجديد دي الدراسة اللي فين وصلات ولكن احنا ما عمروا معيطنا يقولنا غيش نو كنديرو ولا شو ما كنديروش يعني هدم جهة يعني الاطوار دي الدراسة ما حضرناش فيها بالنسبة حاجة ثانية انه فاش علن على الدورة السيطنائية علن على الدورة السيطنائية يعني عدنا الحق احنا كعضاء انه فاش كيصفتنا استدعاء دي الدورة يصفتنا مع الوسائق المرفقة اللي بينها ستكون دراسة دي دي السميسو ولو ملخص دي الدراسة على الشركة النظافة ما صفتش يعني وكثر من اشي انه النهار دي الدورة ما عطاناش تاكوبي دي الدراسة حنا ما عرفناش على ما نغنص وصول ماشي انه مبغيناش المدينة النقاع احنا معال المدينة النقاع ومعال مع الشركة النظافة ولكن اعلمنا ستصوطو واشي ستصوطو على شي حاجة اللي غدا اللي غدوم واحد سبع سنين وغنص ندخلي الموزار في واحد لماتاها اللي ما عندك يقدر دي سعافاش الدوز في الدورة وغتسنا الكونترا وغتسنا باش يعرفو علاش ما صوتناش رحنا الدراسة كاملة الاطور دي الدراسة محضرناش وانها الوسائق المرفقة ما اعطناش لكوبي دي الدراسة وفي الجور دي السميسو دي الدورة ما اعطناش سا كوبي باش نعرفو شنو